الدار بودكاست على مدى السنوات الأخيرة بدل المغرب جهوداً كبيرة لتطوير الرياضة الوطنية من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية وكذا دعم الأندية وتطوير المواهب ورغم هذه الاستثمارات لم يحقق المغرب نتائج أولمبية تتناسب مع حجم الإنفاق مما يثير تساؤلات حول كفاءة الاستراتيجيات المتبعة وثأثيرها الفعلي تخصص الدولة المغربية ميزانية مالية هامة لدعم الرياضة من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية تتنوع هذه الميزانيات على مختلف الألعاب الرياضية مع التركيز بشكل خاص على كرة القدم وألعاب القوى حيث يعتبران من أكثر الرياضات شعبية وأهمية في المغرب ووفقاً للتقارير مختلفة بلغت الميزانية المخصصة لدعم الرياضة في المغرب حوالي 2 مليار درهم سنوياً في السنوات الأخيرة هذه الميزانيات تستخدم لدعم الأندية الرياضية وتحسين البنية التحتية وتمويل المشاركات في البطولات الدولية وتقديم الحوافز المالية للرياضيين رغم الاستثمارات الكبيرة في الرياضة جاءت النتائج الأولمبية للمغرب متوازعة في أولمبياد توكيو 2020 حصل المغرب على ميدالية ذهبية واحدة فقط عن طريق العداء سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع وفي أولمبياد باريس 2024 لم يحقق المغرب لحد الآن أي ميدالية وكأننا غير قادرين على إنتاج أبطال الأولمبيين ولعل نتائج النهائية لن تلبي الطموحات الكبيرة مع حصول المغرب على ميدالية محتملة في كرة القدم بتألق المنتخب الوطني الأولمبي وميدالية ذهبية عن طريق البطل سفيان البقالي مقارنة بالدول الأخرى التي تستثمر في الرياضة تبرز الفزوة بين الميزانيات المخصصة للرياضة في المغرب والنتائج المحققة في الألعاب الأولمبي الحاجة إلى إعادة تقييم سياسة الدعم الرياضي في حين أن الاستثمار المالي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الرياضة إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً كبيراً في النجاح الأولمبي مثل جولة برامج التدريب واختيار وتطوير المواهب وتوفير بيئة تنفسية ملائمة وفرض رقابة صارمة على تسير الجامعات الملكية لمختلف الرياضات الأولمبية وربط المسؤولية بالمحاسبة من بين التحديات التي يواجهها المغرب في هذا الصياق قد تكون هناك حاجة لإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان دعم الرياضات التي تتمتع بفرص أكبر لتحقيق النجاح للمستوى الدولي تطوير المواهب منذ سن مبكرة والاستثمار في الرياضات التي تمتلك تاريخاً قوياً في المغرب مثل ألعاب القوى قد يساهم في تحقيق نتائج أفضل الاستثمار في تحسين وتحديث البنية الثحتية الرياضية يعد ضرورياً لرفع مستوى التدريب وجاهزية الرياضيين للمنافسات الدولية بينما يظهر المغرب ملتزماً بتطوير الرياضات كجزء من استراتيجيته الوطنية فإن النتائج الأولمبية المتواضعة تشير إلى الحاجة لإعادة النظر في كيفية إدارة وتوجيه الميزانية المخصصة للرياضة قد يكون التركيز على استراتيجية جديدة لتطوير المواهب وإدارة أفضل للموارد هو المفتاح لتحقيق النتائج المرجوة في الأولمبيات المقبلة لكن مع جرأة في تغيير هيكلي على مستوى الجامعات الرياضية التي لا تنتج أبطالاً على المستوى الأولمبي الدار بودكاست